سأل بأن من كان في دورة المياه كرمكم الله و سمع المؤذن يؤذن هل تشرع له أو يشرع له قضاء المتابعة عقب خروجه من دورة المياه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عمر أن رجلا سلم عليه وهو يقضي حاجته ثم فلم يرد عليه السلام فلما قضى قال سلم عليه فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر و هذا يدل على أن الأفضل في من كان في دورات المياه أنه لا يرفع صوته أما لو حرك به شفتيه من غير تحريك من غير كلام ولا رفع صوت فأرى أن ذلك إن شاء الله جائز و ذلك لأن الذكرى مكروه إذا كان لم يكن في قضاء الحاجة و إنما كان في دورة المياه يتوضع و ذلك لأن الذكرى المشروع سنة و ذكر الله في دورة المياه مكروه و إذا تعارض مأمور و مكروه منزلتهما واحدة فإنه يقدم المأمور فإذا تعارض مأمور واجب و منهي محرم فيقدم المأمور الواجب و إذا تعارض مأمور مستحب و منهي مكروه فيقدم المستحب و الله أعلم شكرا لكم فضل الشيخ سأذنكم معي